اشتركوا في القناة جهل هذه المزرعة ولما وصل نزل ودخل المزرعة لقاها مع مرور السنين صارت مهملة جدا وبدأت النخيل والعشاب تتيبس قبل ما يسافر محمود فكر انه يجيب عامل للمزرعة عشان يهتم فيها في فترة غيابه ويحرسها وينتبه لها من المجرمين اللي اذا لقوها فاضية رح يخلوها وكر الجرائمهم وفعلا جاب محمود عامل يحرسها وينظفها ويهتم بالمزرعة كاملة سافر محمود وامن المزرعة للعامل اللي اسمه ايوب وكان من احد الدول الاسيوية وبعد اربع شهور تحديدا دق اخو محمود مبارك على اخوه اتطمن عليه وسأله عن اخبار والدراسة وقال له قبل امس وصلتني رسالة من العامل اللي هو ايوب وكتب فيها انا مضطر روح البلدي لان امي مريضة ومفتاح المزرعة والاغراض بيعطيها الواحد يجيب لك ياها يقول مبارك اتفقت مع العامل ايوب وارسل لي واحد يعطيني المفتاح والاغراض اللي تخص المزرعة المهم يا محمود صارت مزرعتك فاضية بدون اي حراسة او احد يهتم فيها محمود قل له اخو مبارك بالله تكفي مبارك ابحثي عن اي عامل كذا يكون ثقة عشان ياخذ مكان ايوب وافق مبارك وقال له ابشر على هالخشم بس والله هالفترة مشغول لكن بحاول ادور لك على عامل كذا يكون ممتاز واكلمك مرة الايام والشهور ومبارك ما لقى العامل او بالاصح كان مشغول ونسي المزرعة تماما الان ما رجع محمود من بعثته والحين رجع وقرر يدور على عامل بعد كم يوم جاب ثلاث عمال للمزرعة راح محمود والعمال للمزرعة وبدأ محمود يعلمهم عن المزرعة والاغراض اللي يحتاجونها بدأوا العمال بتنظيف المزرعة وبدأوا بالزراعة بعد مرور كم شهر وصل الاتصال لصاحب المزرعة محمود كان نايم وقام مفزوع من الاتصالات المتكررة اللي كانت من العمال رد على الاتصال وكان العامل يتكلم مع محمود وهو خايف وتلعثم كان يقول له كنت أحفر أنا والعمال اللي معايا وفجأة المعول اللي كنت أستخدمه صدم بشي قاسي حاولنا نحفر ونشوف وبعد ما حفرنا لقينا طرف جمجمة وما نعرفوش نسوي قام محمود وطلع من البيت هو مصدوم ومستغرب وتوجه للمزرعة وبعد ما وصل توجه للمكان اللي كانت فيه الجمجمة اللي شافوها العمال تأكد من كلام العمال وبنفس اللحظة ادق على الشرطة وقدم بلاغ ما عدت دقائق إلا وسط الشرطة وفرق الباحث للمزرعة وبدأوا يفتشوا ويمسحوا المكان كامل حفروا الأرض اللي لقوا فيها الجمجمة وانصدموا بعد ما لقوا أنه هذا هيكل بشري كامل مدفون في المزرعة والمدة طويلة جدا وتحللت الجثة وصارت عظام حفروا المنطقة كاملة وانصدموا بوجود أربع جثث زيادة غير الجثة الأولى اللي لقوها يعني خمسة جثث الكل كان منصدموا مستغرب شلون هذه الجثث وصلت هنا والدهشة في وجهها الكل بدأوا يمسحوا أماكن مختلفة من المزرعة عشان يلاقوا أي دليل أو شيء يقودهم للمجرم أو هوية الأشخاص الميتين وهم يحفروا عند الجثث واحد من رجال البحث الجنائي لقى شعر بين الجثث وكان هذا الدليل الوحيد اللي رح يقودهم لهوية أحد الجثث أو للمجرم وكانوا كلما يبحثوا يلاقوا شيء وينصدموا منه بعد المسحف أجزاء معينة بالمزرعة واحد من رجال البحث كان قريب من بوابة المزرعة يطالع جنبه يشوف برميل كبير أتفاجأ قرب من هذا البرميل إلا ويشم ريحة خايصة طالع منه وكان فيه قوهيج طايحة بكل مكان حولين البراميل وبعد ما فتحوا البراميل كان جوتها مسكرات يعني براميل فيها خمر وبعد بحثوا مسح دقيق لقوا رصاص من بندقية صيد كانت على الأرض أخذوا رجال البحث الجنائي الأدلة وقفلوا المزرعة بالشريط الأصفر وبدأوا يفحصون الشعار اللي لقوا بمسرح الجريمة وبكذا بدأ التحقيق مع كل العمال وكان يسألهم المحقق واحد وراء الثاني كانوا يقولوا إنهم بدأوا ينظفوا المزرعة وكانوا بيحفروا عشان يزرعوا البذور ولما بدأوا بالحفر أصطدم المعول بشي قاسي ولما زادوا الحفرة وضحت لهم الجمجمة ودقوا على مالك المزرعة مباشرة وحضر كانوا الثلاثة عمال كلهم يقولوا نفس الإجابة وما في أي اشتباه بأقوالها دحان لازم تشترك في القناة عشان تكملوا أنت مبسوط وبعدها أستدعو مالك المزرعة محمود للتحقيق كان يقول قبل ثلاثة سنين كنت رايحة إحدى الدول الأوروبية بتعاث وكنت خايف على المزرعة تصير وكر للمجرمين وتصير مهملة وتموت الأشجار والزرع اللي فيها فقررت أني أدور على العامل يحرص وينظف وينتبه للمزرعة لقيت لي عامل كان من إحدى الدول الآسيوية أمنت على المزرعة وأخذته وعلمته على كل شيء يخص المزرعة والزراعة بعدها جاء وقت السفر وسافرت بعد فترة دق علي أخوي مبارك ويقول أن العامل أرسله رساله بأنه مسافر لأنه أمه مرضت ولازم يروح لها قال العامل المبارك أنه بيرسل الشخص ومعه مفاتيحه للمزرعة وبعض الأغراض وهذا اللي صارت تفقوا على الوقت وجاء واحد سلم أخوي المفاتيح وللأسف مبارك ما راح للمزرعة وتأكد إذا كان فيها أي شيء ناقص أو شيء خربان أو حتى جاء بعامل يهتم بالمزرعة لأنه كان مشغول وما أحد يهتم بالمزرعة لأنه رجعت هنا وجبت العمال الثلاثة اللي الحين شغالين هنا المحقق طلب من المسؤولين اللي معاه يسوي طلب استدعاء لأيوب من دولته لكن للأسف بعد ما بحثوا ودوروا وأخذوا العلم من سفارة بلد أيوب لقوا أنه أصلا أيوب ما سافر بر المملكة ولا حتى خرج من المنطق الشرقية بدأت التساؤلات تدور براس المحققين وتواصلوا مع أهل أيوب اللي حتى هم كانوا خايفين على ولدهم لأنه له ثلاث سنين مختفي عنهم ولا يدروا عنه أي شيء وبحثوا وسألوا لكن بدون أي نتيجة وبعدها طلع المحقق من غرفة التحقيق وراح عند الأدلة الجنائية عشان يسألهم عن نتيجة فحص الحمضة النووية وبعد ما طلعت نتائج الفحص انصدم الجميع بالنتيجة الشعر كان لأيوب العامل السابق اللي كان يشتغل في المزرعة والمفترض أنه يكون بدولته زي ما قال محمود وباقي الجثث الأربعة كلها كانت من نفس الدولة الآسيوية بدأت الشرطة ومراكز البحث المختصة بتكثيف البحث عن المجرم والبحث عن هوية الجثث الباقية بعد بحث لمدة أربعة أيام وصلوا الهوية الجثث الباقية واستدعوا كفلاءهم كانوا يحققون معاهم ويطرحون الأسئلة اللي ممكن تساعدهم في حل الجريم أو تعطيهم طرف خيط للقفض على المجرمين لكن كلهم كانوا يقولوا أنهم تغيبوا فجأة واختفوا بين يوم وليلة وكان اختفاءهم جدا غريب لأنهم مستحيل يختفون بدون يعطونهم خبر أو ياخذوا الإذن واحد من الكفلاء قال أنه كان يلاحظ شخص كل فترة يقابل العامل وكل مرة يجي للعامل كان العامل يتوتر ويحاول يبعده ومرة من المرات سألته لكن ما أعطاني إجابة مقنعة كان يقول لي أنه هذا كفيله السابق ويبغى منه فلوس عشان كذا يجي كل فترة والثانية لكن باللي أنا أشوفه قدام عيني مستحيل يكون كفيله لأنه كان يخاف جدا لما يشوفه ويتوتر ويقعد يراقب حوله ويطالع مين ويسار كأنه ما يبغى أحد يسمع الكلام اللي يدور بينهم وكان واضح أنه وراء شيء أكبر من كذا بعدما خلصت أسئلة المحقق أخذ من الكفيل مواصفات الشخص اللي كان يتردد للعامل وبعد يومين قدرت الشرطة تحدد هويته وكاميرات المراقبة اللي عنده مستودعات الكفيل وحددوا مكانه بعد التحقيق والبحث عن معلوماته كان شاب عايش في الأحياء النائية في المنطقة الشرقية توجهت الشرطة للموقع وأخذت الشاب للتحقيق كان الشاب في حالة سكر ويهذي بالكلام دخل عنده المحقق وبدأ يسأله لكن كلامه ما كان مفهوم طلب المحقق استدعاء مبارك أخو محمود والكفيل اللي دلهم على هذا الشاب جو الأثنين مبارك والكفيل ودخلوا مبارك للغرفة اللي كان فيها الشاب بساكران وبدأوا يسألوا مبارك إذا كان هذا الشاب هو نفسه اللي أعطاه المفاتيح وأغراض المزرعة قال مبارك أيوة هو بشحمه لحمه وكان معاه شخص ثاني بعدها خرج مبارك ودخل بعده الكفيل للغرفة ورجع وسألوه هل هذا هو نفس اللي كنت أشوفه يتردد للعامل اللي يشتغل معاك وبرضو أعطاهم نفس الإجابة وقل لهم أيوة هو خرج الكفيل وأخذوا المتهم للسجن إليني صح صح من حالة السكر اللي كان فيها بعد ما صح صح المتهم ورجع لوعيه أخذوا لغرفة التحقيق وبدأ المحقق يطرح عليه السئلة عرض عليه صورة أيوب والثلاثة اللي كانوا معاه أنصدم المتهم وبان على وجه الخوف قاعد يتأمل الصورة هو ساكت المحقق يرجع يسأله تعرفهم ولا ما تعرفهم أنهار المتهم وقاعد يبكي ويقول أنا ما كنت أبغى أقتلهم لكن كل شيء خرج عن السيطرة وكل خطة اللي أنا كنت أبغى أدبه وأصحابه قالوا المحقق إيه وهي يقول لي من البداية إيش اللي صاروا بكل التفاصيل بدأ المجرم يقول أنا كنت أروح للعامل أيوب في المزرعة اللي كان يشتغل فيها كان ماسكها لوحده كان يصنع الخمور ويبيعها كن دائما أجي وأشتري منه صرنا دائما نجلس في المزرعة جوة الخيم ونشرب ونسهر وكان معنا أصحابه الأربعة وكنا نتحدى بعض ونلعب قمار كل واحد فينا يحط مبلغ واللي يفوز يأخذه كانوا دائما يفوزون علي وما يكتفون بالفوز وكانوا يضحكون علي بكل مرة يفوزون فيها علي ويقولون أنت ما تعرف تلعب أنت فاشل أنا كنت أمشي اللي يسوونه ويقولونه وأحاول أتجاهلهم اتفقت مرة من المرات مع أيوب وقلت له شرايك نسوي شراكة مع بعض أنت تصنع الخمر وأنا أبيعه عند معارفي والربح اللي يجين أنت قاسموا بيننا حاولت يقنع المدة طويلة وبعدها اقتنع وصار يعطيني كمية بسيطة وكنت أبيعها ولما أرجع له في المزرعة أعطي أقل من نصف الأرباح اللي يجتني كان دائما يصرخ علي ويقول لي أنت حرامي واني قاعد أنصب عليه وأخذ أكثر منه قلت له ترى أنا اللي قاعد أوزع وأي شيء يصير بيطيح على راسي أنا أما أنت قاعد في المزرعة وما أحد يعرف عنك شيء نسبة الخطر عندي أكثر منك ممكن أن نمسك ونسجن هذه الأرباح اللي تيجي أنا أحق منك فيها كان دائما يقول لي أنه يبغى انهي الشراكة بيننا وأنا كنت أرفض وأقول له والله لابلغ عليك وأدق على كفيلك وأعلم وأخلي رحلك كان يخاف ويسكت وصلنا نوزع ونبيع ونأخذ الأرباح وفي ليلة من الليالي كنا جالسين كالعادة في المزرعة جوة الخيمة كنا نلعب قمار كالعادة عطينا كل المبالغ اللي عندنا وربح أيوب أخذ المبالغ اللي عطاولة كلها أنا أصبت وهم قاموا يضحكون علي واستفزوني كالعادة أنا هالمرة ما تحملت وبدأت مع الأيام أفكر وأحط خطط كيف أني أقدبهم على اللي يقولوا ويسووه رحت لأصحابي وحكيت لهم وقعدنا نفكر مع بعض إليه ما لقينا الخطة اللي اتفقنا عليها كلنا واللي هي إننا ناخذ شراب ونحط فيه منوم وبعد ما يناموا نربطهم ونضربهم وناخذ الفلوس وبكذا ضربنا أصفورين بحجر لما جاء اليوم اللي بعده بدأنا ننفذ الخطة أنا رحت في الليل كالعادة كنا نلعب جوة الخيمة وإحنا نلعب قلت لهم عادة اليوم أنا جايب لكم شراب درجة أولى أحسن من الخرابيط اللي تشربوها كل يوم هذا سنابي يضيفوني جايب لكم كيف يضرب في الجنط كلهم انبسطوا وتحمسوا ويجربوا قمت أنا ورحت للسيارة عشان أجيبوه وكان أصحابي ينتظروني برا أخذت الشراب وحطيت فيه المنوم ورجعت للخيمة طفيت بعض اللمبات عشان ما يوضح أثار الدواء في المشروب وقلت لهم عشان يعيش الأجوار الرومانسية وهم صدقوني بعدها بدأ مفعول المنوم وبدأوا يدوخوا واحد وراء الثاني ناديت أصحابي الأثنين ودخلوا الخيمة ربطتهم أنا وأصحابي مسكناهم وكل واحد منهم حطينا له قطعة قماش في فمه عشان ما يصارخون بعدها بدأنا نضربهم بالعصي والحديد أيوب حاول يقاومني بس قدرنا أنا وصاحبي ندرك ونرجع نضربه بعد ما وقفنا ضرب كنا بناخذ الفلوس ونهرب لكن واحد من أصحابي قدر شوفوا هالعامل ما عنده نبض ولما رحنا تحسسنا نبضه للأسف طلع كلامه صحيح واحد من العمال مات من قوة الضرب حنا ارتبكنا وخفنا ما عرفنا وش نسوي بعد التفكير ما أخذ مني وقت دقيقة واحدة بس قلت لهم بس جت الفكرة اللي مات والعايشين كلهم نحفر كده حفرة كبيرة وندفنهم مع بعض أصحابي رفضوا لأنه باقي العمال كانوا عايشين شلون بندفنهم حاول تقنعهم إلى ما اقتنعوا أخذنا كل الخمسة عمال ودفناهم في المزرعة وأخذنا كل شي خصهم الهويات والجوالات وكل شي كان معاهم بعدها طلعنا من المزرعة وما عد رجعنا لها أبدا بعد الاعترافات خرج المحقق من غرفة التحقيق وأصدر أمر بالقفض على الاثنين أصحاب المجرم بعدها بساعات جابوهم للمركز وسمعوا أقوالهم اللي كانت تطابق مع المجرم وأخذوهم كلهم للسجن إلى أن جاموا وعد جلسة المحكمة تم الحكم على المجرم بالقتل حدا لقتله المجني عليه غيلة وأصحابه حكموا عليهم بالقتل تعزير تم تنفيذ الحكم يوم الاثنين الموافق 22-10-2018 في القطيف هذه قصة حقيقية من كثير قصص حصلت بسبب ضياع العقول احذروا وانتبهوا لنفسكم وأولادكم ما بتستفيد شيء يوم نشوف خبرك من تشرع للسوشال ميديا وتكون وقتها فارقة الحياة عشان كذا أبعدوا كل البعد عن رفقاء السوء ورافقتكم السلامة وبكذا نقول انتهت قصة اليوم أتمنى تساعدني بنشر المحتوى للتوعية ودائما نهاية كل حلقة نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر